اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة اتحيان نجميننا مختلفين جدا كالعادة مختلفين شتان مش هقدر اقول نجم افضل من نجمه ولا نجم اقل من نجمه لكن هما الفان اللي بيقدموه مختلف الطريقة مختلفة اكيد وجهة نظره ما تبقى مختلفة هنشوف الحوار ده هيمشي ازاي ضيفنا الاول ضيف نجم من زمان ولكن ثبت نفسه جدا السنتين اللي فاتوا اجتهد اجتهاد شديد جدا اصبح من نجوم الصف الاول وبحييه وبابا ريكله الفنان ماجد المصر اما نجميلات التانية بيحقق اعلى ارادات في السينما وبيقدم الابوم بتعمل مبيعات عالية جدا بيتعرض للنقد كثيرا ولكن الناس برضو بتعتبروا نجم الفنان سعد الصغير ايه حكاية اراداتك اللي في السينما اللي بتكسر الدنيا طول الوقت وبعلينا لقي النقد في الجرائد انك ما تنفعش اصلا تكون موجود عالصحة الفنية اول حاجة نجاح تبقى ربناس وطعالا وعاز اقولك حاجة النقاط دول عداء النجاح عداء بجد اما تسميم عداء لا بس فيه نقاط بيفهموا اكيد يعني انا مش عايز نقاط ومش عايز الجمهور داخل لا يعني وسستر الشناوية يعني كل الاسات زى النقاط دول نقول لهم كده عودوا على جنب لو سمعت كلامهم اقعد في البيت اني نجاح الحقيقي اكتر نجاحك انت اللي خدت سلمة سلمة ووصلت وحققت من غير ولا تهز وسطك ولا تعمل تجيب رقصة جنبك ولا تعمل عري ولا كده حضرتك ده ممثل حضرتك وراجل لك حضرتك احنا بناكل عيش ما تشابينيش باسم مجد مصر انا باكل عيش حضرتك لا لا مش ديل فكلا لا بالعكس انا عايز اقول برضو اسوأ اللي كان هو محترف بول ما ده برضو مصدر داخله الاساسي الفان الشعبي احترم جدا ونقولش حاجة هو عمل لون لنفسه وعمل شاكل نفسه ونجح وفرض نفسه على السوق يعني الفاترة فاتي مفيش فرح مفيش ساعة صغير انا اتوجدت في السينما بطل بس ما كنتش لسه كنت لسه بتعلم او المنطقة اللي انا بشتغل فيها في كتير بشتغلوا عليها حضرك اشتغلت في كلمني شكرا ليه ضيف شرف اساس خالد يوسف اتبرق من الفيلم ايه بس انت بس ما جد انت كنت ضيف شرف فعلا ولا سعاد بيبقى فيه ادوار صغيرة لما تبقى ادوار صغيرة ان شايفة ايه لا انا بسألك او ضيف شرف مكتوب ضيف شرف على التتر يعني كنت ما كانتش بوابة عايز تدخل منها السينما انا عندي اربعتاشر فيلم سينما انا بطلهم انا قلت حضرتك ان حضرتك كنت بتجامل لساس خالد يوسف في العشان الافلام اللي جاي يعني يعني ايه بجامل لساس خالد يوسف يعني هو صاحب حضرتك فعايز تعمل معا عشان يبقى سكة خشي منها السينما لا انا عايز فعصد مش سكة حضرتك يعني مسلا انا هتعملوا في فيلم بعد كده معا اهو قالك بقول لك يا اساس ماجد اعمل معايا الدورندو المشهد والفيلم اللي جاي انت ابتوله معايا بدل سعد صغير لا لا كان دور مين ده حضرتك ولا دور ولا حاجة أصلا انا لا ااكيد ب Luur سليمان عيد حضرتك لكن ما انا ما اللي انا هشى حتوم حضرتك ماجد المصري بدل سليمان عيد مش فهم انا ما انا انا عايز نحك كلا кас Ple lure happened لا ما كلمك بسرحة ماجد المصري بدل سليمان عيد انا بقول لك هو دور دالك اللي بيدورق على حد اسمك طب اسمعني بس ام اتكلم انت اسمك سعد الصغير فخلي بالك بس من الأكلام أنت حضرتك ونت فوست الكلام بتقول لي ترقص بواسطك سليمان عيد ومسلمان عيد يا أساس ماجد ما أنت كنت برضو فوست الكلام قلت بترقص وبره خدتين واحدة كده وأنا داخل على الباب لا مش واحدة ولا بتاع فرحتي جاءت لي بولك يا خود أقولك أنت لسه بتعمل أفلام كذا كده وأنا داخل عاكم على الباب أساس ماجد اللي قال لي كا حرك أنا أقولت بسألة أساس ماجد كان حبيبي شرف ليه قال لي و أنت ما هي فعل أقول لي دا أنا قاعد بالي ساعتين حضرتك دلوقتي ومستنى حضرتك قال لي تطلع مع فلان وفلان أقول لي أساس ماجد قال لي و أنت لسه بتعمل أفلام كذا كذا لا يا أخنا ملت لك شي كذا حرام عليك صادح أصحاب فمش هايزين نزعل مع علي فقط لا أنت شوية مستفز فكرة أن أنت لغيت الناس كلها و أنت بس اللي بتمثل و أنت بس اللي مش عارفين أنا شايف كده وبتكلمه بصيغة أن هو بزا مبتدئ لا لا ما حضرتك أنا شايف كده أما تسألني حضرتك أنا هجاوب ساعد الصغير ساعد الصغير من 2010 لغاية دلوقتي أنا هنتكلم عن الغرور والغرور اللي بيصيب الفنانين غرور إيه بس؟ بس بعد الفاصل مع الفنان ماجد المصري فنان ساعد صغير رجعنا لكم وراء تانية فنان ماجد المصري المسلسل رمضان طبعا مع صبق الإصرار عمل نجاح غير طبيعي ما بيبقاش صعب قوي بقى في اختيارك السنة اللي بعديها أن الناس تقارن بين العمالين وتخاف أن ما يعملش نفس النجاح خصوصا الفنان غادة عبد الرزق برضو ومسلسل قوي قوي مع صبق الإصرار بعد مسلسل آدم فطلع من آدم مش متخان أن أنا هقابل شخصية بالجمال ده هعرفت إزاي؟ فلما دخلت اشتغلت مع صبق الإصرار ركزت في زيادة رفاعي ومسألت شغل دلوقتي حاجة حضرتك عادي يعني من التقبل الكلام يعني سليمان عيد ده فوق راسي من فوق سليمان عيد ده فوق راسي من فوق لكن مش روح طب سعد إحنا هنكمل الحلقة بطريقة لطيفة ولا نخلي أستاذ ماجد لوحده مديش على عارك وانتو الاتنين ت علي بس بين أول المجهدين تشايفين يعني المفروغ كنت اتنقي ضيوفك صح خالص أنا غلطانة فإنت غلطانة أستاذ ماجد أنا مغلدش حرارك سايس كلام خالص أيضلك شي زيلا عشان خاطري يا ناولت نصحتك من دقيقة مفيش داعي الكلام بك أنا بحبك أستاذ ماجد لا لا يا راجل العفو. عشان جسمك يعني. العفو. انا مش تامل حسن هكي عشان تضربني يعني انا من شوبرة وبتشغلت سوى تاكسي مش طبال زي ما هي قلت. اوانت. اوانت. لا مش اوانت. مش اوانت. الفنان لما بيتنقل نقلة معينة. بينسى نفسه. لا انت دي انت بتهذر لي. معرفش. لا قاعد. لا الشهرة بتخلي حياته قصي اكتر. يعني انا ما شفت صورت جواد. بتاك مراتك بتغير عليك اكتر. بقى عندك معجبات اكتر. في ناس لما بتكبر في السن بشكلها ببقى احلى. ماجد المصري من نوع اللي انا حاسن بقى عندك معجبات اكتر دلوقت. الحمد لله زيده. ربنا زيده وبارك. لا ده عمل لك مشاكل في حياتك. لا خلص. سعيدني جدا والله. بنات حلوة. ده ما بيعمل لكش خلص مشاكل مع مراتك. لا انا مراتي اصلي يعني مراتي واسقة في هي واسقة في نفسها فالحياة زي الفل الحمد لله يعني. وبتحب بساعة صغر جدا. ربنا خليك بس. طيب احنا احنا معنا لو سمحتو لو سمحتو احنا معنا فيديو تعالوا نشوفوا مع بعض. حتيار. مريم فارس كأنسة أنسة مريم فارس من أغنى أغنياء البطن العربي دلوقت وهي من أهم المطربات الماضية وشو في بقى حضرتك يعني هزة الوسطى عند مريم تفرق كثيرا والله رزيم بتكلم كده يعني فيه ستة متازة وسطاعة بتفرق المفهومة منورة سعد وده حضرتك برأس ولا أنا برضو ما شفتش حودة عمرك عجبت بفنانة معاك في عملك وانت في شارع الهرم من أول الآخر وكده من أول الطلبية ما مفيش حد مسلا حصل الحقيقة أنا برضو بكتش في ديسكو حضرتك في الغرداء وتخانقت على بنات وتلعوا تكلموا في البرنامج حضرتك لو بتتكلم بقى ديسكو تيكل إنه حضرتك كنت في الغرداء مش في الشارع الهرم بقى اللي بتاعك بتاري عليه وعملت خناق عشان بنات عاكس بنات يعني؟ هو عاكس بنات هو هيبقى فنان ويعاكس بنات؟ أنا ما ببليش حضرتك وهو بدها جات في برنامج حضرتك وحضرتك ما تلاحش هي الغرداء إنه عاكس بنات؟ كان فيه مشكلة عشان خطر بنات وعاكس يمكن بيتبلوا عليه ولا حاجة هو عامل خناقة كبيرة ممكن تتكلمش دي موجود عالنت حضرتك ممكن تشتغل مساء صغير فيلم؟ ليه لا واسم مينة اللي يبقى الأول أكيد ساعدة المشكلة ليه اسم ساعدة عشان هو اسمه بيجيب فلوس أكتر في إيه؟ في السينما أو في الفيديو؟ في السينما؟ هو بيعمل ساتكم دلوقتي لا بيعمل ساتكم دلوقتي لا بكلم على السينما بكلم على السينما لو اشتغلت في فيلم للفنان ماجد المصري اسم مينة اللي يبقى الأول طبعا أستاذ ماجد طبعا من غير أي كلام حضرتك احنا مش هنجامل بعض يعني لا دي حقيقة أستاذ فرق السن والتاريخ السلم حضرتك أنا لسه ستستينينا نعمة حمد انا انا اشر البندو اشر البندو دا كنت متفرج علينا انت ليه قاعد كل شوية تقول السن السن انت عندك كم سنة يا ساعدة انت عندك كم سنة؟ بالزبط كده عليك واحد واحد اللي جايز ان شاء الله با عندي واحد تلاتين سنة واحد تلاتين سنة؟ ازاي يعني؟ واحد تقوله السن سنة انت متخيل ان ماجد المصري عنده كم سنة؟ انا حضرتك لا عشان انت قاعد تقول السن السن الخبرة السن فانت متخيل ان عنده ستسين سنة؟ انا عارف ان عنده تمانين واربعين سنة سمعت انه عنده تمانين واربعين سنة ماجد المصري المسلسلات السنة دي ناس كثير انها بتقول انها قليلة عشان كده هتتشاف بقوة ناس كثير قوي كان بتعلق على نوعية البروموهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ان فيها حاجات بتنفعش رمضان زي ايه؟ البروموهات بتواري واحدة بتاخدوش التانية بطرق ازبادلة رأس التالتة مش عارفية انت مع ولا ضد نوعية الدراما دي تقدم في رمضان؟ لا لازم طبعا في رمضان نبقى في تحفظات كتير ونراعي ان المسلسل او العمل الفاني ده هيتزاع في رمضان بتعمل انت ايه بقى في رمضان؟ يعني هل بيبقى ادائك هو هو؟ الرأس ونفس الكلام اللي انت تقوله بص السؤال بتاعك حرفة لوي؟ يعني عايزة تعملي معايها لا اصلا انا عجبني عايزة رده لان فيه ناس كثير تقولك لا التمثيل والتمثيل نعمل فيه اي حاجة وفي اي وقت وبدلا مش عايزين مسلسلات في رمضان يبقى لان مش عايز ما يشوفش فانا احترمت رأيه والله انا بصراحة في رمضان ما عملت استشوار في شعري واكبره حضرتك وبععد وبالليل ثاني في النائطات ما عايزة حضرتك بالزرعة انا بسألك سؤال بجد انتو نوعية شغلوكو بتبقى كلها معتمدة على نايت كلابز او الافراح ما فيش حدا بيتجاوز في رمضان وفي نفس الوقت ما فيش نايت كلابز بتشتغلوا ايه؟ الشعر الوحيد حضرتك الشعر الوحيد اللي بحاول حضرتك اكفر عن سيئات فيه بتعمل ايه؟ عبادة لا ما بتشتغلش يعني قصدي؟ لا كنت باشتغل اول حضرتك قبل مرة خيام يعني وكده؟ اه خيام حضرتك وكان بيبقى فيها برده رأس وحاجات كده؟ لا انا في الصيف برأس كده في رمضان برأس كده بس حدك ايه؟ هايزة برده تطلع على المنظرقش بترد باحترام لما اسألك؟ يا فاني ما انا مغلتش في حديك ما تهزش وسطك واكتفك انت بتكلم حضرتك انت عملة تقولي رأس رأس انت مش جايبة دينا هو يا عم انا بتبلغ عليك ولا انت بترقص فعلا مفيش حد بيروس في رمضان مفيش فرق بينك وبين دينا مفيش حد بيروس في رمضان حضرتك يعني ما زう فرج يعني ما انت بتجيبها معاك في الافلام عشان ترقصته يعني ما زう فرج بين دينا يعني ما زå اين الليقم ما ز دينا دينا سعد انا لو طلبت لو طلبت انتو اتنين مختلفين جدا لكن اكيد كل واحد والله العظيم انا بحب فنك جدا بحلفلك بالله بعشائك لو حضرتك يعني كملت حضرتك وبقيت مطرة بحضرتك ونترة بحضرتك كان زمانك بترقص دلوقتي عشان تعسر الجو لا يا استاذ ماجد اوكا اورتيجا بتشقلب وساعد صغير بتشقلب حضرك حتروح داخل لازم ان تغني وتقول انا بقولك ده شكل انا مش معترض عليها لا استاذ ماجد انت لو كنت عرفتك استاذ ماجد ايمية يعني هزا اقولك ما انت ليه سعد بتقولي استاذ ماجد وهو زميل ليك فرق السن انت ليه بتقولي استاذ ماجد لا ولاي بجاك هي انا كده ليه بتقولي استاذ ماجد رجل متربي هو رجل لبلد يعني وراجل لا انت بتحس انك قليل جمع هو بيقولي سعد وانا بقولي استاذ ماجد وده صح ليه صح ليه حضرتك شايف ان حضرتك هو رجل تاريخ وانا حد قليل فبيتري علي لا اله الا الله لا يا عشان انت انت نجم ليه بتقولي ماجد زي استاذ ماجد لا التربية ملايش دعو بالاراضات والكلام ايه هو مسلا ماندوش تربية انا بقولك يا سعد هات لم نفسك يا جدعة هات لم نفسك يا لم نفسك استوديو متكلف يعني استوديو متكلف حضرتك هتعمل ايه اتعلاني في الاستوديو انا ولا ايه ايه الاستوديو متكلف هتكسره حذرها ايه ده الناس كلها بقى رزان هذي مش اه انا مش شايف سيد ماجد انت حك ماتعرفنيش انت حك ماتعرفيش والله سواء تاكس والله وبعدين منسعد بحلقة شعرك انا بيتش اخف منك اصلا انا سواء تاكس يعني ممكن بنقص الفن ده خالص وعادي وانا انت حضرتك ببقى براحيتنا والمدان واسع يعني اه لا براحيتنا بقى يا اسود انا ممكن استغنع الفن حاكم مش قادر استغنى عالفن. لا لا استغنى عالنا واستغنى. لا انا ممكن اه. ليه مقدرش. اه لا انا ممكن انا ممكن انا ممكن استغنى عالفن وارجع سواء تاكسي وانهلعب ازا بقوله كده حاكم متعرفيش انت في الميدان واسع وشار حول كده مع جامعة مركية. يعني ممكن ابطل الفن لانها تبطل يبقى حارة. مشانا كنت موديلز لسا دلوقتي. انت اللي بتقول انا بقولك على كلام. وهي الموديلز دول اكدع ناس مش عاكمينها كان. يعني انا عندي استعداد ابطل الفن دلوقتي. وانقضيها بقى. اه عارف انت ابعثلي وابعثل وبتاعة. وخلاص. وشوية جيم وخلاص. ها نخلاص نعم يا استاذ. يعني انت شايف التريق. والاستاذة اللي انا مش عايز اقول بتطبله. استاذة. يعني ايه? بتطبله في الحلقة. استاذ كلها استاذ. ايه اللي تلاذب? متقاليش سؤالين ايه? ايه? طبوة ادب.اني مش هجل الادب يا اهمرة. هي hits man? واش opdrarب 90. تدربي مينة يا أمورا? تدمر. تدمر يمني يا أمورة. انا ماشي كالهو برا. يا بتاعك خريق جماعي. انت laundry ارو برا. طلعوا برا؟ انا محزرش. برا مين يا همورا. انا ع producto مع أمور يا همورة. الله العظيمير بيكمل بتاع دي. ترمي يا ماما يا همورة. اوو ترمي يا يامورة. اطلع برا. بقولك اطلع برا. يا جماعة. اطلع برا. واي تذهلي كريم. ياخدي طلعوا برا. انت لو راجل كنت عرفت اارده علين بالان. بأ Laz انا ممكن نضرب رجال يا عمور. حايم في عينك. امال انت ايه يا راجل اولي بلاك كيفاش انا. انا ما عارفش ايه. والله العظيم. ده حيطة برنامج اللي عملتي هتتنيك علينا على ايه? طب او او او. 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 يا ريهام ريهام. يا انا هرز لا. يا استاعم حمدي. انا بهزرش. يا حمبوزو. يا عم احنا وقفين في مواقف حلمي. طب خلاص لما لما تطلعوا برا الهرجة. برا. تطلعوا برا. ايه اللي اطلع برا دي يا استاذ. انت امورة اوى اتحك عمال امور اتحك انت هو ما مطبلولها. ايه في الاستاذ? يا ريس اساز ماجي دي جينا وهو في الحالي. طب بص اقول لك الحق وإيها قوي اطلع بقى برا عشان عايزة اقفل ولنا الحلقة يلا. لا اصيزماجي مش هطلع برا. لا زي تطلع بررا. لا لا يعملت اسم. عشان أساز مايجل، مش راتل عاديwr ازنكي. هل عايزك بس انت عشان جسمك في منها ده مش هانفع。 نا مشفي على حنبúsica. عايب عايبها؟ انو مش عارفة لا عايبها السياس مش ايه. لا IRS مجياس. عايبها بعستاذ مجلة لا contributed. شوف حنبوس في بس? لا لا مش تنفع السياس. عايبة السياس. طب يلا بس. لا السياس مجلة. ليس السبب انت اصلا انت قالت قدمك على الأستاذ وراح تعملك. لا بتقولك كده بس. لا انت قليل. لا بقليل. لا بقليل. استاذ انت عشان جسمك كده استاذ واللي هو استاذ ماجد. هنعرف اخد حقي. هتضربني دلوقتي مش هسيبك يا استاذ ماجد. والله العظيم ما سيبك لو مديتك علي. يا جماعة انا مش فاضل الكلام فاضل ده. استغفضة العظيمة. دعتك ودرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مش قادر. مش قادر والله. تقعد تطبل لك بعدك شنشتغلوا مع بعض في مسلسلة التمثيلية. لا انا ممكن اعلى العميز دلوقتي استاذ وسواء تاكسو. وتضربني عدد استاذ. طب لو ذكر. اه. ايه العميز? هتعمل ايه استاذ انا? لا. لو ذكر. ايه العميز? بص استاذ ماجد انا اقول لك كلمتين. لو ذكر. لا انا اضاكر استاذ غزبا عنك. لا انا اضاكر استاذ. قولوا يا جماعة. لو ذكر. استاذ ماجد. ايه العميز? كلمتين اتنين. لا استاذ على استاذ بص اقول لك حاجة. قدر باشا. انا مش عايز اقول في الفن. لا انا راجل وارجل منك كمان. وقت اضربني دلوقتي مش اسيبك بره. بس. انت رجل مننا. اه استاذ. اضراب نعمل انت عايز تعملو مسك يلا. يعمل انت عايز تعملو ضربنا استاذ. اعنبوزه. ضربنا استاذ. لا انت حبيبي يا ساد. كلم يا لا ناجي يلا. خليجي باربعة خمسة معا بس عشان نفهم. لا انت اتنين بس خد ياب من انت خاف يلا. يلا سعد. يلا سعد لا انا مش طالع استاذ. لا مش طالع يا سعد يلا. لا مش طالق. لا مش طالق الساس. هتعمل اي حاجة الساس مش هسيبك بره الساس. طب يلا بس يا سعد. يا سعد يلا بقى. يلا بقى. ارجل منك وعيب يلا عيب. دفترة. دفترة. وان مش هلك دفترة. حنبوزو. وانت قاعدة نختم بس. بس تقه لأمورة. تاني. اه بس. لا لأ نزل ايدك استاذ. واضرب تاني. اضرب تاني صور يا عم صور. صور يا عم. اضرب استاذ. ايه ده ايه ده. اضرب يا عم. ما احنا مش في الشارع. ايه اللي بتعمل له ده? اضرب يا عم. حد من الانتاج يجي امان. اضرب يا عم. ما تضرب يا عم. عايز يا سعد عايز. لا مش عايزنا من مش أنت خلينا عاية. لا مش انت. على التلابي تلاتة ما سيبك على الوع عادية. على التلابي تلاتة ما سيبك لو رأت بلاد. على التلابي تلاتة ما سيبك يا ماجد مطري. وابطل الفن. كداب. تبوع استاذ ما تقماش علي يا وعد. لا كداب. وقرأت يا غرأت. يا غرأت يا غرأت. مأكيد، 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 أعطي أحضر التألة، ما أعطي أيضًا؟ جدا خلاس مش هيجي جنبك شجي ايام اهو ايام والله يا حد انت 일본ياتو مش تخبني انها عربية في اسلعت ده مقلب والمصحب اول salt والله العزيم مقلب انا اشتب لنا السلاح اشتب لنا سلاح لا لا انا معرفش في الاخر مجد المصر لما ابتدى يا هزر كان فقس الحكاية ولا لا بس اقسم بالله ان ساعد هرب بجد. ساعد مراحش قطه. يا جماعة. مراحش تلع في الشارع استخبى وراء عربية عن ناحية التانية. والله العظيم. والله العظيم. وبيت بقول له والظاهر عارف انها كاميرا خفية ومقلب. وانا بقال لي مقلب ايه ده انا كنت هموت في ايدي ومقسم. مش عارف حالة. انت قلت له. انت كنت متخبي بجد. لازم اقول دي. وبقى اي راح اعيل لي ايه بقى? خش 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 اختمي من غيري. وليلو وليلو ساعد راح يجيب لك ناس. لا. وايدي اقول لكم هاي جاب الرغم ان هو مقلب. هو من شبرة. فكرمت واجعه بجد ان رقبته واجعه. وانه بيخر دم. فهو بالنسبة له انه ماجد المصري يضربوا بجد. مانوش دعبها مقلب ولا مش مقلب. عايز يدخل ارد له كرم. تقول له يا عم انا هقول له انه مقلب. ليه متبقاش ايه? هتقال لي مش داخل. مش داخل. هتقول لحرقة مرعوب. بوسي بالك بس. فانا ايه? عندنا في شبرة طبعا انت عارف يالله اللي ماجد دارة وقلت عفنا ايه? حيجا بقول لهم مش انا ضربته بالكورسي. والله ايوة. عشان يروح في شبرة يقول لهم مش انا ضربته بالكورسي وضربته بتفاية الحريق وضربته بجد. مش هزار. هو عامل انه هو بيعمل هزار. بس اقسم بالله هو عامل في الجد لانه هم اداق بجد. وكان بره في الشراء. حيعروني والله العظيم ثلاثة يلا ماجد. مش عايز يدخل. لازم نتعلم نتحاور ونقبل بعض ونقبل وجهات نظر بعض المختلفة ونقض بعض وصدرنا يبقى راحب لان ما ينفعش يبقى طول حياتنا شد وجذب وزعيق وخناء وضرب لان تيقلي ان احنا محتاجين دلوقت ان احنا نبقى واحد ومهما يكون اختلافاتنا. ماجد المصري ممكن يكون مختلف خالص عن صعد الصغير وممكن يكونوا مش قابلين بعض. ولكن لازم احنا نتقبل بعض ونزل نبقى ايد واحدة ومن غير زعل وشوفكم بوكر وصباح